أهلا وسهلا فيكم أصدقائي بالفيديو الأول من سلسلة التحضير لمقابلة الجنسية الفرنسية معي أنا عمر كوكاش إذا بتتبعوا هالسلسلة كاملة وبتنتبهوا للملاحظات اللي بحكيها بضمن لكم أن تروح على المقابلة جاهزين مية بالمية رح نشرح كل شي بالعربي كرمال ما تستصعبوا شي ومشان الكل يفهم الفكرة بشكل عام وبس تحفظوا وتركزوا على الشغلات اللي بقلكم عليها أو كل شي لازم تعرفوا بالفرنسي رح تشوفوا على الشاشة وبنفس الوقت حخبركم على الكلمات الهامة والشغلات اللي لازم تحفظوها وإذا جاهزين رح نبلش مباشرة بكتاب الجنسية كتاب المواطن هالكتاب كتير مهم أنك تفهمه كلمة كلمة أما بالنسبة للحفظ فرح خبركم على الشغلات اللي لازم تحفظوها بشكل خاص وإنتوا بدكم تحطوا قدامكم مثلا ورقة وألام وتكتبوها بنبلش بأول صفحة ممكن البعض ما يشوفها مهمة لكن مثل ما قلت لكم إذا بدكم تروحوا مرتاحين على المقابلة روحوا فهمانين كل شي هون عم يقول لك باختصار أنك أخدت أو قدمت أنت ملفة جنسية ما يعني بدك تنضم للمجتمع الفرنسي تشارك بإثراءه وتحترم قيمه القانون المدني بيقول لتحصل على الجنسية الفرنسية لازم تثبت اندماجك والاندماج ما بيعني أنك تكون متل كل الفرنسيين أو عايش على نمطهم أو عايش على نمط معين لكن الاندماج هو الالتزام بمبادئ وقيم فرنسا الأساسية وعندك معرفة كافية باللغة والتاريخ والثقافة والمجتمع الفرنسي وبنفس الوقت تعرف حقوقك وواجباتك كمواطن فرنسي ولهذا السبب رح يدعوك لمقابلة يتعرفوا فيها على مدى معرفتك بهذه الأمور والتزامك فيها وحوافزك للجنسية أيضا يلي هي الموتيفاسيون وبهذا الكتاب بعض المعلومات المفيدة للمقابلة وهلأ لننطلق للصفحة التارية أول الشيء بيقولوا أن فرنسا دولة ديمقراطية ويتم انتخاب قادة الدولة باقتراع عام هذه الكلمتين حفظوهن وعرفوا معناهم لأنه رح نحكي عنهم بشكل مفصل بعد قم صفحة المهم حاكين هون أن الاقتراع العام يعني كل الشاب نساء ورجال عندهم حق الاقتراع أو الانتخاب ونروح مباشرة لمبادئ الجمهورية بيقولوا لك الجمهورية هي نظام سياسي بيحكموا القاضي المنتخبين فيه باسم الشعب جمهورية تقوم على عدة قوانين ويجب على كل شخص أن يطيعها ونروح مباشرة لهالتاريخ هذا يكتبوا على الورقة لأنه كتير مهم هو 14 جوية 1789 شو صار بهاليوم؟ بهاليوم سيطر الشعب على سجن الباستيل البابل دو باري سنبغ دلا بخيزون رويل دلا باستيل وفيك كمان أضيف أنه هاليوم تم اعتباره رمز الحرية سيمبول دلا لباستيل والأهم من كل هالشي لو 14 جوية هو الفيت ناسيونال وبهديك الفترة تم تأليف النشيد الوطني الفرنسي اللي هو المارسييز ماريان هي رمز الجمهورية ماريان سيمبول دلا ريببليك ساستاتيو تمثالها بلسة دان توت لاميري تم وضعه في كل البلديات الغابل لاريوليسيون فرنسيز يذكرنا أو يرمز للثورة الفرنسية وهلأ عنا العلم الفرنسي لودغابو تخيكولوغ يعني العلم ثلاث اللون إذا بدنا نترجمها حرفيا وهدول الألوان ممكن يسألوكم عنهم بشكل عم معظمنا أو كلنا بيعرفهم لكن لا يفضل تقولهم بهذه الطريقة بلو بلان غوج لأنه هيك يعني معروفين بلو بلان غوج يعني ما في تتفصلهم بالعكس أو هيك لأنه كل الناس يكون تقولهم هيك أحفظها أزرق أبيض أحمر ذات أوسي دلا غيوليسيون يعني يعود أيضا إلى الثورة الفرنسية يعني هلأ صار فينا نقول أنه خلال الثورة تم تأليف النشيد الوطني لفرنسا العلم الفرنسي ماغيان وبالطبع سيطر الشعب على سجن الباستيل نروح للفقرة اللي بعده ومن هون بيهمنا ثلاث كلمات فقط يا حذركم شو هنين هنين و هدول هنين و هدول هنين الدوفيز تبع فرنسا كلمة الدوفيز حفظوها منيح لأنه كل تقريبا اللي بعمل مقابلة بيسألوهن عنها شو هو الدوفيز تبع فرنسا بتقولهم وبأغلب الأحيان بيكون السؤال اللي بعده اشرح لنا الدوفيز أو اشرح لنا مثلا أو اشرح لنا أحدها وأنا هون رح اشرح لكم ياهن بأبسط ما يمكن بحيث إذا سألوكم تعطيهم إجابة مختصرة سهلة ووافية بنفس الوقت منبلش بالحرية لا لي بيختي رح نترك المكتوب ونرجع لبعض شوي شو هي الحرية برأيك ببساطة هي أنه نعمل شو ما بدنا طيب هل هل حكي إذا حكينا بالمقابلة كافي؟ لا شو كمان منضيف بدون ما نزعج الآخرين طيب أوكي حلو تمام معرفنا التعريف شو منقوله بالفرنسي اكتب عندك على الورقة أو احفظه لا لي بيختي كونسيست أبووغ فاير توسك ننوي با الوت يعني يعني أنه تعمل شو ما بدك بدون ما تسيء للآخرين الآن بنرجع للمكتوب لأن كمان ممكن يقلك عدد لكم حرية والأفضل أنك أنت تضيفون من عندك فيك تقول مثلا كم مكتوب مثل ما لكم شايفين في عدد كبير من الحريات حرية الفكر سؤال مهم آخر هل عندك الحق بأنك تقول كل شيء وتعبر عن أي شيء على العلان بيبليك ما والجواب مثل ما لكم كاتبينه هون بيقلوا لك حرية التعبير هي حق أساسي لكن إلو حدود لحفظ حقوق الآخرين وبالتالي يحضر نشر الشتائم والتشهير والتحريض على الكراهية والدعوة إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية لهيك ممكن شخص يأيد اجتياح دولة لأخرى وقتل المدنيين والأطفال بشكل علني ممكن أن نرفع طلبه للجنسية بنروح للصفحة التالية هلأ هاي المعلومة ما بعرف إذا حدا سألوا عنها لكن خليها براسك هي يعني صارت جمهورية مستقرة بهالتاريخ ودان لزاني ميلويسان كاتخوفان يعني في ثمانيات القرن التاسع عشر صار في قوانين تضمان حرية الصحافة والمدرسة الابتدائية ايكول بخيميغ صارت إجبارية والأيكول بيبليك صارت مجانية غاتويت وعلمانية لايك هيك منكون خلصنا الحرية وبنروح للمساواة شو هي المساواة؟ ببساطة أنه الناس كلها عندهم نفس الحقوق ونفس الواجبات منروح لقبل الفرنسي تو لسيطويا هون للمم دروة ولمم دوار كالك سواء لور سيكس شو ما كان جنسهم لوروريجين شو ما كانت أصولهم لوروريجيون شو ما كان دينهم لورورزوبينيون شو ما كانت أرقهم و لوروريانتشون سيكسوية أو ميولهم الجنسية شو ما كانت هدول كل الناس عندها نفس الحقوق إعلان حقوق الإنسان والمواطن يعود إلى الثورة الفرنسية ميل سيت صنكت خفان نوفو وهو يضمن الحرية والمساواة لجميع المواطنين وأهم شغلة القانون بيعطي نفس الحقوق للمرأة ونفسها للرجل لولا كالهون هل من الممكن رفض الجنسية لشخص ما بيحترم المساواة بين الرجل والمرأة؟ الجواب نعم حتى ولو كان متزوج من فرنسي أو من فرنسي وبنكمل المساواة بين الرجل والمرأة هي أحد قيم الجمهورية الأساسية ويتم اختبار الانتماء لهذه القيم خلال المقابلة الأخوة لفخات غنيتة كتير ناس بتقولين حرية فهمناها والمساواة بنعرفها بس شو بيقصدوا بالأخوة لفخات غنيتة رح نقرأ سوا بيقلوا لك أنه فرنسا تأسست على إرادة المواطنين الفرنسيين أن يعيشوا معا وهالإرادة بتتجسد من خلال التضامن بين المواطنين وبعدين بيكملوا نظام الضمان الاجتماعي متطبق بفرنسا منذ 1945 وتموله الشركات وكل من يعمل في فرنسا وهلأ بنكمل تدين فرنسا التمييز أي جميع الممارسات التي تقلل من شأن شخص معين أو مجموعة مقارنة بالآخرين والعنصرية تعتبر جريمة هلأ بنرجع للفخات غنيتة كيف فينا نشرحها لأ كل واحد حر شو بيستنتج من الحكي لكن برأيي إذا بدك شي مختصر وواضح فيك تقول مثلا الفخات غنيتة أو ترقية أو إلى آخره من قبل صاحب العمل إلى أسباب مهنية وليست شخصية معاملة شخص ما بشكل أقل تفضيلا بسبب خلفيته أو دينه أو جنسه هو تمييز وبالنهاية عنا للاي سيتي العلمانية انتبهوا اللاي سيتي ما لها من الدوفيز يعني لما بيقولوا لكم عددونا الدوفيز ما بتقولوا اللاي سيتي لكن ببعض الأحيان بيسألوك لو بدك تضيف كلمة رابعة للدوفيز مثلا شو بتختار أنت هون بتطبع حر بخيارك يعني فيك تختار اللي بدك لكن أغلب الناس بتنصح أنك تقول العلمانية وبكتير أحيان بيطلبوا من الناس يشرحوها شو هي العلمانية لحتى تجاوب على هالسؤال لازم تحكي عن العلمانية من جانبين والجانبين مهمين من جانب الدولة والحكومة ومن جانب الأشخاص من جانب الدولة فينا نقول أنه l'état est notre يعني الدولة حيادية il n'est pas les religions ما بتساعد الأديان من جانب الأشخاص بنرجع للحرية chacun est libre de croire ou d'un pas croire يعني لكل فرد الحرية بالإيمان أو عدب الإيمان et adopter la religion qui le souhaite وأنه يتبنى الدينة اللي بدوها وآخر معلومة لازم تحفظوها بفيديو اليوم هي أنه مبدأ العلمانية ما له شي جديد فهو مذكور بقانون 1905 يلي بيفصل الكنائس عن الدولة يلي لازم تحفظوه هون هو التاريخ وإنه العلمانية فصلت الكنائس عن الدولة بهذا التاريخ لهون بيكون خلاص الفيديو الأول من سلسلة الجنسية الفرنسية ضروري كتير تخبروني رأيكم بالتعليقات كيف لقيتوا الفيديو صعب أو سهل وإذا فيه شغلات بتحبوا اشرحها أكتر أو أقل بالفيديو الجاي مشان أنتبه له لا تنسوا تدعموا الفيديو بالإعجابات والمشاركات وطبعا تشتركوا بقناتي اللي يصلكم كل جديد اتبسوا على الجرس كمان وإلا كيف رح تعرفوا لما بينزل الفيديو التاني كنت معكم أنا عمر كوكش وزوجتي رؤى من خلف الكاميرا وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى تحياتي